موسيقى تعرف أحبائي من زمان في القديم في الهيكل كان في حجاب اللي بيفصل عن قدس الأقداس كان رئيس الكهنة بيفوت مرة وحدة في السنة الشعب ممنوع يتقدم أو يقترب من هذا المكان عندما مات المسيح انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أصفل فصار إلنا الثقة بالدخول إلى الأقداس وكما يقول رسول بولوس أنتم البعديم سرتم قريبين بدم يسوع المسيح لكن أيضا في هيكل هيرودوس في دار الأمم وكانت مقسمة لعدة أجساء وفي جدار في منطقة بتصل لجدار أن الأمم ممنوع يدخل إلى مكان اليهود في العبادة وحتى بحق الشرع الروماني إذا شخص دخل ممكن يقتل فالمسيح كسر هذه الحواجز فلأن الأمم ما كان يدخل إلى داخل وين اليهود كان يعبده والناس ما كانت تقدر تفوت إلى قدس الأقداس فالمسيح كسر كل هذه الحواجز فعمل منا شعب واحد أم مقدسة أصبحنا عائلة الله كما يقول الكتاب أن تخلع الإنسان العقيق الفاسد وكل أعماله وتلبس الجديد في الطهارة والحق طبعا والصلاة والطهارة والصلاح كمان فالمسيح عمل هذا الشيء بموته على الصليب وقيامته من بين الأموال كان فيه أمم اللي كان بمارسه الرغبات والشهوات الخادعة في هذا المكان يقول ليه الطرفين أن نخلع الإنسان العطيق القديم الفاسد ونلبس الإنسان الجديد فعندما نلبس الإجداد نحصل على الولادة الجديدة نصبح إنسان جديد طبيعة جديدة خليقة جديدة اسم جديد وهذا ما فعله يسوع لليهودي والأمم أيضا من خلال رسالة أفسوس لكن حقق هذا الشيء يسوع المسيح الرب بيقبلك مثل ما أنت بغض النظر شو خلفتك رجل امرأة متدين غير متدين مسيحي غير مسيحي الرب بيقبلك مثل ما أنت تعال اقترب إليه وهو يأتي إلى حياتك